ازيكم شباب عاملين ايه نهاردة هنتكلم عن التغذية او الاكل اللي المفروض مريض السكر ياخده وايه الاكل اللي ما ياخدهوش طب قبل ما نتكلم عن مريض السكر احنا عارفين مريض السكر ده في حاجة اسمها طايب 2 وطايب 1 او طايب 1 وطايب 2 احنا اخدنا بلي كده مش هرغي معاك كتير فيه انت فوت عارفوين بس انا راجع معاك على السريع كده المشكلة ببقى فيه مشكلة اسمها كرونيك ميتابوليك تس اوردر تمام؟ يبقى معاك كرونيك هايبرجليسيميا شخصها بيكون معاك كرونيك هايبرجليسيميا تمام؟ تيها تأثر بيبقى فيه تأثيره او بتأثر على الميتابوليزم بتاعت الكربوهيدريد والفات والبروتين تمام؟ طيب نديجة ايه نديجة حاجتين ياما مفيش اصلا انسولين بيتفرز ياما زي ديب 1 مفيش اصلا انسولين بيتفرز ياما في طايب 2 فيه ممكن انسولين بتفرز او ممكن مبقاش فيه او بكمية الايدة بس انسولين بتفرز مشكلة في السلزة نفسها الخلاية مش بتستقبل انسولين وفكرتك بمثاله بالكده نتكلم الاول طيب على طيب 1 طيب 1 مشكلته في إيه طيب 1 مشكلته زي ما احنا قلنا فيه شخص هاي بيبقى عنده مصلا اصغر من 30 سنة في الغالب مش بيبقى كون قوي ده بيبقى شخص طيب طيب 1 المريض ده بيبقى في الغالب ده بقى زي ما احنا قلنا انقون المريض ده بيكون اصغر من ثلاثين سنة تمام بيجي في الغالب مع الثن الناس اللي هي رفايا اللي بيحصل يعني المشكلة فيه مشكلة بيبقى مرض مناعي في مرض مناع بيروح يكسر فيه احنا عارفين الانسولين ده بيطلع من البيتاسل اللي موجودة في البانكرياس بيروح يكسر في البيتاسل دي طب لما البيتاسل دي تتكسر مش يطلع انسولين بس كده تمام مش يبقى فيه افراز لانسولين طيب الخلاية دي علشان تشتغل خلاي جسمي كلها احنا عندنا الجسم塔 يكون من بلوت فيزلز مش فيه دم تمام ومن خلال ان انا بأكل فالاكل ده اللي فيه سكر انا بامتصوا بيروح ي PUBG طب الدم فيه سكر انا عايز بيدخله له للسل طب قلشان ده ق الانسولين يخشوا للسل لازم يكون فيه اشانل اللي هو مين اللي هو الانسولين تمام طيب انا مش عندي انسولين طب يدأي الخلاية مش بيوصل لها وجولوكوز مش بيوصل لها السكر مش بيوصل لها التغذية بتاعتها ستفعل ماذا ؟ ستقصر في حاجة اسمها الفات الدهون يحصل الى حاجة اسمها طب الخلاة بتعمل كده بتخمينا منها ان مفيش كولوكوز في الدم لما يبقاش في كولوكوز في الدم الخلاة بتروح تكسر في الفات إحنا عارفين مفيش كاربوهادريد مفيش كولوكوز أروحكسر في الفات عشان أطلع لي طاقة طيب قصرت الفات طب يلا يا فات تخليلي طاقة لأ لأ أمان برضه نفس المشكلة موجودة مفيش أنسولين يبقى كده نفس المشكلة موجودة بس المشكلة زيادة اكتر اللي بيحصل بيكون حاجة اسمها كوتون بادي الشخص ده بيخل كوتون بادي دي بتدخل الشخص في حاجة اسمها متابوليك اسيدوزز ودي حوار كبير قوي لانت خيل متابوليك اسيدوزز هيبقى عنده كوزمال بريسنج يعني ايه تيقوم بساطة الميكانيزم من الرئة انها تعمل ايه انها تطلع السيودوزيادة ده فالشخص هيبقى معادي بريسنج وحوارات كده الشخص ده بيخش فيها تمام هنتكلم عليها قدام فيشخص ده بيخش حاجة اسمها ضيوباتي كوتون بادي دو عزوفز فده بتبقى مشكلة كبيرة طيب ده بالنسبة لطيب 1 طيب 2 طيب 2 بقى طيب 2 طيب 2 ده حوار اللي بيحصل سبب يعني في الخالب بيحصل للناس الهي الكبيرة شوية اللي هي مسلاة اكتر اودا كومن يعني من نسبة تسعين تسعين في الممي من الناس بيبقى طيب 2 اللي بيحصل هنا الشخص ده في الخالب بيحصل كبير في السن بيبقى اوبيز الشخص ده بيحصل السل بتاعها بيبقى فيها مقاومة للانسولين اللي بيجي لها بص بص السل اللي هنا حصل لها ايه بفي مقاومة منها هو او فيه انسولين الانسولين موجود بس في السل زت نفسها عندها حاسية من انسولين ده في مقاومة من الانسولين ده فها مش بتستقبل الايه مش بتستقبل الكولوكوز طيب كده من النسبة طيب كده طيب كده نسبة الكولوكوز هتعلى في الدم قل لك ايوة نسبة الكولوكوز هتعلى في الدم طيب والسل السل ايه ده ط بالسل هتعمل ايه? السل عايز اكله جوز. طب برضو في نفس الوقت هي عندها من انسولين. طب اعمل ايه? ويفكر كده. اللي بيحصل بقى مشكلة هنا بيحصل حاجة اسمها ان اللي بيحصل هنا بيحصل حاجة اسمها هايبر اسمولر هايبر جليسيميك لاننيكوتونيك سندروم. اللي بيحصل هنا ان خاصية الاسمولر بتشتغل بقى هنا. هايبر اسمولر. اللي بيحصل ان نسبة السكر بتبقى عالية في الدم. تمام? والسل بالمية اللي فيها بتطلع من السل لحد الدم عشان دي سبب الخاصية الاسموزية. تمام? المية اللي في السل بتطلع على البلوت فيزلز. تمام? فكده السل بتبقى في الدهيتريشن. هتخش حاجة اسمها السيفير دهيتريشن. تمام? كده اتكلمنا عن نبزة عامة عن المرض السكر. هنتكلم بقى عالجول. نخش عالجولز على طول. الايه هو الجول بتاع الدايبيتك? ايه الهدف بتاعي? الجول اف نوتريشن سيرابين مريد الدايبيتك ان انا احافز على النورمال بلوط كلوكوز حليف احنا عارفين هنا فنحاول خافز على النورمال بلوط كلوكوز للbrarشان شخص ام لايه يخش في هيبوغليسيميا ولا يخش فيه. طيب 보دي القيادة والسطوزيز ولا يخش في الكومبل zombies متحالد من خلاص. تمام؟ احافز عليها الايه? النورمال بلوط... النورمال ايه? السلام طيب. اعمل ايه تاني ان انا احافز على نسبة اللبيت ليه? لان احنا عارفين ان مرض السكر ده بزأت بيعمل اسر فتكروا معي يا رجالة مهارد السكر ده بيعمل أسر سكلوروزز ده سبب رئيسي في ان هو هنعرفين كل الامراض يخش فاكرين انا ما اخدنا التسليبيديميا وقلنا من الساكندري الحاجة اللي بتسبب اصلا التسليبيديميا هي ايه ها الديابيتس فانا بحاول الديابيتس ده بيعمل شكل كتير او بيخاص بيقصر على الكلاه وبيقصر على اللي بيرفع بيقصر على القلب اللي ماهنو بيعمل أسر سكلوروزز بسبب يعمل الحوارات كتير اولا فانا اهم حاجة عنتي ان انا الاوبتيمال اللي بيت ايه اتشيف مينتين ان شخص يحافظ على وزنه ان هو يحافظ على شخص يحافظ على وزنه اذا كان هو بيحصل في طيب طو بسبب الاوبيز لا شخص يعمل ايه يعمل ويت كنترول وهو لو اصلا سن ورفيع لا يحاول ان هو يدخن شوية طيب كمان امنع وعالج اللي بتحسنه شخص ده اذا كانت هايبو جليسيميا اذا كانت هايبو جليسيمي ده فالشورد كمان اذا كان Personel في اللونج كمان في عقب كما بيقصر على اكيوت وفي حاجتين تانين طيب ايه ديكيوتو جولزز اخدناها بلي كده في امراض بطن واخذنا اصلا واذا تانين هايبر جليسيميك وفي ايه كمان اعمل كمان على فكرة مش كمان اكيوت بس انا كمان بابنع الكرونيك لو تفتكروا الكرونيك عندنا مايكرو وماكرو مايكرو فاسكولار وماكرو فاسكولار هنتكلم معنا في اخري المحاضرة ان شاء الله بس انت خليقوا فعكرين في حكس ما اكيوت دي انا حاول امنحها وعالجة حاول اسمها كرونيك بحاول امنحها طيب بان الاكل والميديكيشن واكسرسايز انا عمل توازن ما بين الاكل اللي بياخده شخص ده والميديكيشن والاكسرسايز ازاي انا شخص مايكونش بياخد اكل فيه هاي سكر اكل فيه سكر كتير هاي برجليسيميك انتكس تمام وفي نفس الوقت ما بياخدش انسولين طب ايه ده يلغى بقى ده ايه ده ماينفعش لازم زي ما ياخد نسبة انسولين او انسولين بتحدد او السكر بتحدد حسب الانسولين يعني بيبقى فيه توازن ما بينهم تمام شخص انا شخص ده ياخد الانسولين تمام ويروح يعمل اكسرسايز لا يعمل اكسرسايز يعمل اكسرسايز الاول بكده ياخد الانسولين خلاص طب ايه ايه اه بريفينت ان هو امنع شوية ان نفس المشكلة ان قلت عليا في الاول السكر بسبب امراض تاني مثل زي الضغط او زي التسليبيديميا امنع الحاجات الزايدة مع اللي بتحصل بسبب ايه السكر برموت بلانس نيوتريشن تو افتمايز اوبرهيلس ان انا حافز على البلانس نيوتريشن طيب بالنسبة هتديله ايه طب الشخص اول حاجة هتديله كالوري هتديله ايه الكالوري كالوري بتاعته بتبقى حوالي من 20-30 كالوري لكل كيلو جراب يعني لو شخص هلا وزنه مثلا سبعين سبعين في عشرين بكم سبع في اتنين بربعة عشر وزير وزير يبقى 1400 كالوري في اليوم يبقى شخص هاياخد كالوري قد ايه فكرة على فكرة انت انت على علم يعني احنا اخدنا الكلام ده في مستيرجون لما كنا في العمل فاكر او انا مش فاكر لا افتكر تمام هتفتكر الكلام احنا متكلم الكلام سهل ما تدلاش من عشرين لتلاتين كالوري في اليوم لا سوري من 20-30 كالوري لكل كيلو من وزنه لكل كيلو جرام يعني مش ياخد 20-30 كالوري في اليوم كل لا تلقى هو وزنه سبعين هدرب عشرين في سبعين بألف وربعمائة كالوري خلاص Brew 2 يقولك المسحوض لازم أعمل italian لأنه يصبح به Tephe 1áoدان سوف أحاول협折كل لأنه يصبح بال挑战 كان علينا نخشة اور Brennan السيادة لماذا سألنه الهد populations لو دائما سأجده منUM 50% ل60% الحصول هي كربوهيدريت. هنا ده لأني سمتلك جربوهيدريت في حاجة اسمة في الجربوهيدريت. هنا بقى ما بقى بيقسمها لك ايندكس و اليك ليس لإمكانه إنديكس. طب شخصها عنده هايبر جليسيميا. شخصها عنده سكر. أنا مش عادة سكر وهي هي يكيبتها. ينبقى حاجات يديه إنديكس. الحاجات اللي فيها هاش سكر كتير. زي مثلا الكربوهيدريم cambiج. زي ما? زي الفكهة والخضار. فكهة والخضار. في طيقة العطول. فكهة والخضار walls حاجات حلوة جدا. تمام? يبقى الفجهة والخضار دي ايه? حاجة حلوة حدهالو. يبقى الحاجات الحلوة اللي هي دي مش حلوة سكر يعني. لأ حاجات كويسة لي هو عشان هو سكر وعالي. فانا بعمل السكر. افتكر معي بقى. تمام? هو مشكلة عندي هنا سكر وعالي. بالكلمان سكر وعالي. حدينه تمام? طيب. 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 examples. chelots semicINDEX مش هدهالو بقى. مش هينفعه ادي هالو زي الب Hastē, Zعīla, Zighel, Z supportingium, Zگtotato, Zg. تمام? ايه تانيه? قال هذه تقسيمة تانية برضو. في حاجة اسمها testify. هائها برضو نفس الكلام كلام جلسيمك انديكس وهو ده اللو زي فاكه وخضار والكلام ده كله الهوي ده مش حلو قوي زي مسلا الكولة بس كلها فيها زي سكر كتير زي والباستا والبطاطسة هي والرز كلام ده كله ده هاي كلام جلسيمك انديكس مش حلو في ده اسمة تاني اسمها صليبل فيبر وحاجة اسمها إنسوليبل فيبر طيب افتكر معاها كده انا عايزة اتديك مفتح للحتة دي انا هتديله صليبل ولا إنسولوبل لا هتديله صليبل طيب ليه واحدة واحده حاجة سكر صليبل فتكن معايا اس مع اس صليبل سكر صليبل سكر مع بعض طيب اديك علفتها ادعين عايزة اكتفهمها عايزة تفهمها ازاي ايه هنا بيقولك مفهاش ااااا مذكتها إنها مفهاش نسبة للخلققس عالية نسبة للخلققس في صليبل فيبر دي لاش نسبة لجب العالية في الغالب بتبقى بتاعدي تبقى خضار وفاكة احنا قولنا خضار وفاكة اصلا ببقى فيها في الغالب يعني. تمام? يبقى ما فيهاش نزلة كل جزء على هذه حاجة. تاني حاجة بتاخد وقت طويل عشان تشتغل. يعني بتاخد وقت عشان تحصلها. تمام? وابسول بشان بتاعها بياخد وقت. تمام? فمش هيعلل السكر بتاعنا. وكمان بتعمل لانه يعني تمشي في الدم. هتمشي فين? في الدم. فهتعمل هتتحد مع مين? هتتتحد مع الفاتي اسد. هتتتحد مع مين? هتتتحد مع الفاتي اسد. فهتقلل نسبة الكوليسترول. وهتقلل نسبة الLDL. حلوة كده? تاني. يبقى دي ما فيهاش ايه? احنا قلنا. او انت شفت كده في الصورة عندك ايه? خضر وفاكهة وكده. احنا هنا خضر فاكهة اصلا اسمهم ايه? طب هو قسمها لك صليبل وانسوليبل. طب انا حدي سكر صليبل. سكر صليبل. هي مفيهاش نزلة سكر عالية. بتاخد وقت طويل عشان تشتغل او بتاخد وقت وكمان هي الصليبل اللي هيبقى بتمشي في الدم. يبقى بتعمل بايندينج الكوليسترول والLDL فهتقللهم. خلاص? طب دي موجودة في موجودة في 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 السترس فروت زي ايه? زي زي الورنج زي اللامون والحاجات دي كلها. الان صليبل فيبر? لا دي مش بتمشي في الدم. بتروح في مش تشتغل على المعدة. دي اسمها كده. اشتغل على المعدة. اشتغل على الكولون. تروح تعمل ايه? تروح تعمل بريفيند الكولنستبيشة. يبقى حلوة. او جميلة او دي ريكولون. تمام. طيب دي بيقول لك مسائلين فان ما بينهم اشتغل. طيب الفات بقى جيت هتكلمنا على الكربوهاده تقولنا خمسين ستين في المية. الفات هقال له هقول لك ادي له فات اقل من تلاتين في المية. ادي له فات اقل من ايه? تلاتين في المية. طبعا فيه انواع للفات. قال لك ايوة. ده الفات ده احنا اتكلمنا عليه في محاضرة ايه? كلمنا عليه في محاضرة القلب. تفتكروا الكلام ده طبعا انا كوننا مذاكرين المحاضرات ودين مفروض داخل محاضرة تسمحها مني. فانت مفروض تكون ايه? بذاكر اللي فات. هواع ده احفكرة. احنا كان عندنا او بيتكلم هنا في الفات بالزات. بيتكلم على البولي انساتوريتد فات والمونو انساتوريتد فات. طب اقول لك على حاجة. البولي. احنا قلنا طب احنا عارفين ايه الفات الحلو الوحش. الوحش ساتوريتد. اللي مش وحش. افتكر معي. ساتوريتد دي وحش. اللي مش وحش. مش وحش. انساتوريتد. ان يعني مش ساتوريتد وحش. على طول افتكر كل من ساتوريتد دي ايه? يعني وحش. مش وحش اللي هو وكان عندنا بولي unsaturated 전에 كروهاها وذلك د��ق مالج 6. وكان فيه المونو نتكلم النهاردة ان هم نحن ندينه انه الحلوه ، ما هو الـ الخلانة بولي منو جميلة في حد ال�şد timing. حATH Surrey inadequate yards that we pulled sometimes in terms of negative salamonhole. موجود في السردين. احنا تعلمنا بأنها في القلب دي ون Start이 سلامون والسردين سأجنب نسبة الكوليسترول يكون أقل من 300 ميلي جرام في اليوم يبقى نسبة الكوليسترول أقل من 300 ميلي جرام لو لا يوجد مشكلة في الكوليسترول لكن لو عملت الكوليسترول و وجدت نسبة الكوليسترول في جسمه اللي هو الوحش أعلى من 100 لا 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 يقول لك يا سكت لا أقل الكوليسترول وهو اللي هو الوحش أعلى من 100 هتقول لي يا كيرو فكرني كده فكرني كده اللي كان لما يبقى أعلى من كم يبقى فيري ريسك أو ريسك أن الشخص الحلوي كوردو فاسكرار تزيز معلش أنا أفكرك عشان أنت نسيت معلش أنا عارف لو أعلى من 160 يكون أقل من 100 نحن هنا وهو أقل من 100 والتانية لذيذة هتدي 300 ميلي جرام كوليسترول هالبقى كوليسترول مش مضر بس كوليسترول كمان بينفع الجسم وهو بيكون الكورتيزول فتفتكر الكلام ده تمام بس ماشي هتعدها لك شانت لسه بتجمع المحاضرات يبقى الكوليسترول كوليسترول خلاص هتديه 300 لا لا خلي بالي ده باد باد كوليسترول أعلى من 100 لا هتديه 200 ميلي جرام بس طب جميل الفات يعني من شاء الله قال لك وحطها لك مش وحشة يعني يعني وحشة وترانس برضو دي وحشة هقول له خلي بالك كمان وانت بتعمل الاكل بتاعك او عتسخن الانساتورتتت فات اللي هي الوليف اويل والسمسم اويل والكلام الحلو ده او عتسخنه هقول لي ما سخنهوش لي هقول له انها هتحول الى ترانس فات وترانس فات دي مش حلوة طب جميل ايه ثاني الاكل بقى بالنسبة للبروتين هتديه بروتين قديه قال لك بالنتد عضية 50% كربوهدريت عضية 30% فات قال لك او من 15% ل 20% هيبقى بروتين من 15% ل 20% ايه؟ بروتين خلي بقى لك البروتين بالنسبة لنا وهنا بروتين تا جميل قوي بالنسبة للروردي السكر ليه؟ لان شخص دي ما بيقل اكل فيه بروتين بيحسسه بالشبعة تخلي شخص دي اكل لحمة اكل فراخ اكل اكل فول تخليل كده بتحس بايه؟ تحس بالشبعة شبعان خلاص فول تحس بك مملية كده حسنا؟ لذلك ستاكل كثير ما اكلتك كثير يبقى انت تقللت الكالوري يبقى انت تقللت الكوليكوز حسنا ايه احسن مثال للبروتين هو السمك الفيش السكينلس تشكين وانا قلناها على فكرة في القلب والتوركي تمام؟ اللي هو تيكي الرومي وكلام ده السوديوم طبعا هتقلله السوديوم سوديوم أقل من 2400 ميلي جرام أقل من 2400 ميلي جرام طيب يبقى احنا كده قلنا الفيش اقل من 30% او يقول لك كده هنا في ملحوظة اكتباء عندك انا معي الكتاب يعني اقل من 30% فات الثلاثين في المية دول يبقى اقل من 10% منهم والبيض تمام؟ من هو الوحشين دول يبقى اقل من 10% تمام؟ الكوليسترول اقل من 300% يقولنا لو دنيا كويسة فيه جايدلاينز كده بتقول لك ما تقللش الكالوري مرة واحدة حاول تقللها تدريجيا فيه عندك من الوومن من 1000 من 1000 من 1000 كالوري 1200 والمين او الرجالة من 1200 ل 1600 تمام؟ طب الناس بتقول لك كيلو منحز لشمانة كل بتبقى الوومن بيتبسط اقول له الحمد لله شكرا عند ربنا يعني طيب طيب احنا قلناها طب بالنسبة ما للفزيكال اكتيفتي وتلبيشن دول عمل ايه في الفزيكال اكتيفتي؟ ها هقول له ايه؟ هقول له اعمل اكسرسايز اكسرسايز بتاعته تبقى النور من الاكسرسايز بتاعنا اصلا فوت الناس تمشي عليها يعني او اقل حاجة يمشي عليها مينمال يمشي على اقل حاجة نص ساعة تمام؟ اه نص ساعة اربع مرات في الاسبوع يعني الاسبوع في سبع تيام صح؟ اه سبع تيام ايوة اه فيه هيمشي ايه؟ هيمشي نص ساعة في اليوم تمام؟ اه اذا كان بقى هيمشي هيقوم هيركب عجل اي حاجة بقى تمام؟ طيب ده بالنسبة لطيب 2 لان طيب 2 اصلا بيبقى اوبيز فلازم اقول له اعمل اكسرسايز وكده لازم كمان ياخد كاربوديرس سناكس ما بين كل يعني ما بين الاسبوع لازم ياخد سناكس كل ونص ساعة سناكس كومبليكس يعني ملاجه سيمبل تمام؟ سيلفا مونيطور اوف بلات كولوكوز اللي هو اللازم يتابع نفسه قبله وبعد الاسبوع تمام؟ ليه؟ لانه ممكن قبل ما يعمل الاسبوع بالنسبة لامائز يكون شخصها هايبوجليسيمية اصلا جميل اكسرسايز يقدب هو الواحد ومصلا يعمل اكسرسايز يقوم بوحدة فرو طيب الوحدة ومبرسك من الشارع يفعله كومة فتبعا لازم يرى به بالنتبقى نفسه لهو بدلا لازم gj يكون اقل حاجة اكتر من مية لازم يكون اكتر من مية اشي نعمل اكسرسايز بتاعته تمام اه كمان يركز زي ان هو يعني طبعا ما اعملش اكسرسايز لهو بتاعه عالي طبعا لازم الاول حاجة يعمل كنترول للايه للبلاط كلكوس لفل بتاعه طب الوقت اللي يعمل فيه لكن الوقت اللي لازم يعمله قبل اه ما هو يعمل زي ما احنا قلنا في الاول البروت كيف كان يكتشف نفسه على أنسولين عندنا أنسولين نستمر بعضاقة ساعة سنضم قد بعض ربعة ساعة ينسمر بعضاقة بوقت الاكل هيتمت على نوع الانسلين ده بتاخده. تمام? اهم واحدة عند ان اكترافه هو لانتوس. هو دكتور راد مش يجيب يعني اه فارما بس هو لانتوس ده مشهور قوي. ال ال مع ال. مع لانتوس. ده بيشتغل بعد ساعة او ساعة ونص في الغالب. اه مريد بالتالي لو مريد قاعد ساعتين ما ياكلش. هيحس ان هو حصل له ايه? تاخل في اعراض الهايبو جليسيميا لانه الانسلين زاد في جسمه او اخد السكر كله هو ده للسل فبالتالي يخش في هايبو جليسيميا فالشخصها لازم ياكل. تمام? طيب. عامة يعني الانسلين لازم لو انت بتاخد انسلين او شخص بي عندك في حد في البيت بياخد انسلين لازم يكون محضر الاكل على طول في ساعتها. يعني ياخد انسلين محضر الاكل. ياكل وكاد ياخد الانسلين على طول. تمام? ايه بيشتغل سهر بلات كولوكوز? لازم طبعا الشخص زي شايك على البلات كولوكوز بتاعه قبل ما ينام لو الاولي طبعا لازم ياخد ايه? لازم ياخد ايه? لازم ياخد لنج اكتين كربوهاتيد يعني ياخد كربوهاتيد كومبليكس قبل ما ينام عشان ايه? ترفع معاه وهو ناي. طبعا البيت لازم يتجنبه وقال لك اه طبعا لازم البيت بس استنى. انا الكلام الحدة دي في حدة تحت الهيل ستيشنج مش مكتوبة في البيدي اف. اقولها لك. الحدة تحت الهيل ستيشنج يقول لك ايه? ان لازم يأخذ انجيكشن سابكوتينوس مش انتراماصل مش اي ام ليه لعشان الاي ام ده هيبقى او انتراماصل ده هيبقى مور كويكلي عشتغل بسرعة فده هيدخل الشخص في خيبو جليسيميا بسرعة لكن لازم يدخل سابكوتينوس ونشتغل على مدار اليوم يعني تمام اا 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 ماشي اا بالنسبة لازم يعمل روتيشن للانجيكشن لازم يسيب حوالي اتنين ومسو سنتي يعني واحد انش بابين كل شكة والتانية ويرجع الى المكان تانى بعد اي قد ايه بعد ثلاث اسابيع دي اصلة الانتحان يعني البشرجن لازم يتكنب شوية اكل ياخده اللازم يتكنب اللي هو السكر اللي هو الاكل فى سكر احنا قلناه اكيد لمن شخص عنده يا ؟ çık بالتخيل هيتكنب ايه يعني يعني مش محتاجة شخص عنده فاكار مش مريض سكر هيتكنب ايه وهايأخذ ايه الكلام مواضح تماما هيتكنب انه يأخذ اللي هو الايه? العسل. هيتجنب انه اخد شوكولاتة. حلويات. هيتجنب حاجات مهمة طبعا هي فيه حاجة اسمها الستارتشي فيش لابروتزي لازم طبعا يتجنبها اساسي. هيتجنب الحاجة فيه حتة مهمة جدا هنا. بيقولك ان الدايب روتكت كلها حلوة. كلها كويسة. معادة حاجة واحدة بس اسمها كودتشيز. اسمها ايه? كودتشيز. ايه كودتشيز ديت? كودتشيز ضياد عبارة عن ان هي اسمها جبنة القريش. جبنة القريش تمام? كده جداninو بحبهاش فمن كده جدا شكayı المشكلة بالنسبة لي Ana وهي? تمام? يبقى الhoon قريش دي معادة جبنة القريش بالزات. الجبنة القريش دي بيبقى فيها نسبة الصارتش عالية. زي احنا قلنا اصلا مريض لازم يتجنب تمام? هي جبنة القريش دي فيها الصارتش عايي. تمام? طب الاستارش العالي دي هيعل السكر فبقالك كل الجبن حلوة معادة مثل جبن القريش دي. لو مرد سكر. يبقى مرد سكر. يأكل كل الكبن مفيش مشكلة بالنسبة له. إلا الكوتج الشيز دي. جبن القريش دي فيها سنة بتسترشة عالية. فميفضل ما ياخدهاش. كمان هو ما ياخدهاش أصلا. مش هايزينها. نأخد منها سمول أموت. اللي هو الأكل اللي هو فيه حلوة. اللي هو سوري اللي هو الفكهة اللي هي طعمها حلو دي. فيها سكر كتير. خلاص. الحاجات دي كلها اللي بيش أنت لازم يدخلها. تجنبها. طيب البيش أنت كان ايت ايه? قال لك البيش أنت يستطيع ان هو يأكل ايه? لأكل حلو يعني كل اللحمة. اللي لسل ما فاش دهون زي ما احنا قلنا كل البالتري. اللي هو التشيكين والتوركي والكلام ده. دواجن كلها حلوة. كل اللحمة حلوة. السمك ده جميل جدا. ده احسن حاجة. احسن حاجة للبيش أنت اللي هو ياخد ايه? ياخد سمك اصلا. تمام? سمك ده زي اللي قلنا مريضة القلب برضو. احسن حاجة ليه اللي هو السمك. ليه? عشان هو فيه اوميجاسرين. ودي عسل جدا بالنسبة للمريض ده. اوميجاسرين بالنسبة لنا ما احنا قلنا اصلا اوميجاسرين موجودة فيه? في السمك. صح? اللي هو السلامون والسردين والكلام ده نسأقينه من شوية. آآ ياخد ايه بيت? من اثنين لتلات بطاط في الاسبوع. تمام? كل الجبن هيبه هو هيأكل ايه هنا? هيأكل هنا كل الجبن. كل الجبن حلو. قلنا معادة ايه? معادة ايه? معادة ايه? عشان فيها نسبة ستارشة عالية. طيب. الفيش تابولز? قال لك ا احنا قلنا اصلا خدار والفاجهة دي فيها ايه? ودي حلوة لنا بالنسبة لنا اخدها عادي. السوية بروديكتة حلوة. السرد سفلوت حلوة. البيبر والماشي. طيب. البيش انتبال ادخل في كومبليكيشن. ايه كومبليكيشن. ايه كومبليكيشن بوليت بوك ان نخش فيها? اه قبل ما اخش عليها في حتة برضه مش مموودة. الشوجر صبستيتيوت. لو بتديني كالوري كتير ما تاخدهاش. اقول له كده. لو الشوجر صبستيوت دي بتاخدها. بتدين كالوري كتير دخلت هشتب ليه? تما ديت تديني كالوري. اقول له لا انا مش محتاج كالوري كتير انا محتاج كالوري بكمية معينة زي ما اترك في الاول تلاتين اربع من عشرين تلاتين جرام كل كيلو جرام. ليه? ان عضلاتي كالوري كتير هيتخزن كاكولوجاجون في العضلات. واحنا قلنا السكر الكتير ده هيتخزن فيه كاكولوجاجون في العضلات وفي المصل وفي الليفر. بالتالي هيعمل لي تبوزت للفات. تمام? فبالتالي هيزيد انا اصلا طيب طو. مسلا عندي وزن انا مش محتاج ايه? شوكور سبوستيوت. طيب الكوكيشن فيها اكيوت كومبليكيشن زي هايبو جليسيميا. هايبو جليسيميا دي دي له للبلوات كالوري كولوجوز. تمام? ليه بقى? لما بسال شخص ده عمل اكسرساز كتير. فبالتالي اخد كل الكولوجوز دخله جوه السل. فاتخل في هايبو جليسيميا. اكل ما اكلش كتير. فشخص ده ما عندوش كولوجوز اصلا في دمه. يقم اخد انسولين كتير. اخد انسولين كتير فانسولين كله. اخ اخد انسولين كل الكولوجوز اللي موجود في الدم. ودخله للسل. فدخل في هايبو جليسيميا. تمام? اه ايه الاكلة في دي اخده المريض؟ قال لك ياخد مثلا اللي هو واعي معنا وفايي. اللي هو كونشوس يعني. الفكرة احنا قلناه قبل كده برضو لسه اخدنا في امورات بطنا مهم يعني. اخده 15 جرانجر بوهدريد. فمشي حاجة اسمها رولوف 15 بس رولوف 5 رولوف 9. هو احنا قلناها هناك. رولوف 15. اللي هو باشي انتوا كونشوس. باشي خمس خطوط. اول حاجة. اه بديله اول حاجة خمس. اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الكولوجوز بتاعه قلي من سبعين. انا بعمل ايه? بديله 15 جرانجر بوهدريد. تمام? اه ممكن تكون عصير. نص كبات عصير. او اللي هو قديه خمسة جرانجر دي. نص كبات عصير. فاكهة. او اه منع. او معلقتين او طرات معالي من السكر او من ايه من العصر. بعد كده بقيس السكر تاني بعد ربع ساعة او نص ساعة. لو لديته كويس. لو لديته برضو قلي من سبعين. هتديره تاني. تمام? لحد ما السكر بتاعي بقى ديه اللي هو اللي انا عايز اوصله. السكر بتاعي هوصل لاعلى من مية. مدن ما السكر يوصل لمية. تمام? انا او يشتزله الفل. ماوصلش a 100 فخلي بالي انت لازم تكمل معي. تديره خمس سر جرانجر بخمس سر جرانجر بخمس سر جرامجر. تمام? كل ربع ساعة كل نص ساعة. تمام? بإما الاول مايه بتاعك مشواي. ما بتاعك اللي هو انكنشس? لا تبعا. هتتركب له لاين. وقدده لديه. اللي كان بيقول لك هتديله كلوكوز خمسين في المية عشرين من عشرين لخمسين ميلي بس دي فيها الريسك اللي هو بيعمل لك في البايتز وكمان بتديله ايه؟ بتديله لحد ما يوصل لطبع المية ميلي جرام وتديه موقن بيكي نقوله كلوكوزون ده ترانسنت انفكت قولي يعني بيشتغل بسرعة لفترة طويلة لو انا مش عارف اركب لاين او ما عنديش تلاتي كانو اللي اركبها او قاعد في البيت كده بيجي اتكلمك هنا على الطيبات الكيتواصيتوز انذهب youth duas medies التحيل هنا نحن نقوله هنا ان انا عادة اكتوصل لحاجا معينه تمام نش Yum احنا قولنا في البيتك او حدا في الهيبر واسمول وهي مش تكلمنا له فيこの شخص انا عارف ان شخص في اليها بيخش في داهادريشان فانا عارف ان شخص في اليها بيخش في داهادريشان وينخش في stylish تمام لم وأسحن هللغي معي كتير ان انت معك وقت فانا عاريف انجزك معيا تمام فشخص Constantachten ف talvezياقر هذا بيخش في داهادريشان فانا انا اعمل ايه؟ بعمله poisoning نعمل له ايه؟ الريهايدراشان. هنقدله ادي اهده من اثنين لعشرة لتر. انترافينوس فيلوود. تمام? ببتدي باول حاجة بيه نورمال سلاين. بدي له ايزوتونيك سوليوشا من اخر. نورمال سلاين او رينجر. تمام? وبيتبادل مع التكستروز اللي هو 5% كلوكوس 5%. ليه? عشان امنع بدي تكستروز لن امنع البلاد كلوكوس ان هو ايه? خلاص? طيب. بدي له كمان بلازمة ادمنستريشان. لو اذا الشخصة نورز بندت معين الفلوود وداخت بتاعه ع عمل يقع ومش بيستجيم معي هل تدينه ايه بلازما تمام طيب لو انا عايز بقى اصلح الالكترولايت طبعا فنعمل لها اول حاجة ان احنا عارفين شخص داخل فطلوقتي نسبة البوتاسيوم زادت او قلت او سوديوم زادت او قلت فانا بخلي بالي من الحتة دي قوي فمعمل على طول فريقونت مونيتور وكمان شخص ده كان نخش بوليوريا كمان شخص ده ممكن يبقى في مشكلة في الالكترولايت فتابع عشان اتجنب ان نخش شخصة في هيبوكاليميا وبوقت هيبوكاليميا دي يحصل لديسجرزميا اه بعملوا الاستجيل كل اربع ساعت طيب كرونيك احنا قلناه في مرات بطن نحافظنا كلين لمايكرو مايكرو مايكرو دي ممكن تيكي في الانتحان دي ممكن تيكي في الانتحان مايكرو اللي هي ايه حاجات الصغنانة ريشنوباسي نفروباسي نيوروباسي لكن حاجات الكبيرة بقى اللي اولادة كبيرة زي ايه زي ايه زي ايه زي ايه بقى زي كوروني هارد ديزيز سيبرو فاسكور ديزيز او وردة كبيرة دي احنا كلنا عارفينها يعني مفروض يبقى اخر حاجة الحمد الله معانا زي تريدمينت تايريكشن لايه لبلوت كولوكوز ليفل وازن زي نقل ان هدف بتاعي ان انا اخلي البلوت كولوكوز ليفل في النورمال رينش نقامنا ان يحصل دامج زي ما احنا قلنا البيشن لتاعي يكون ماشي على السيرابيوديك دايت بتاعه اللي هو الديباتيك دايت اللي احنا قلناه ورع 50% كاربوهيدرات وكالوري قدقيه والفات قدقيه والسطوات الفات قدقيه وكلام ذا كله تمام والبروتين قدقيه ان ديباتيك نيفروباسي لو شخصها عنده ديباتيك نيفروباسي هبتدي ان انا قدينه مدرد بروتين تمام وان سيفير كدني دامج علشان الانت بروتين مش هتخرج من الكيلة عشان الكلة فيها مشكلة والانت بروتين هي اليوريا فليوريا هتعرف الجسم والحورات كده ان اخدناها في الكيلة خلاص طيب اه الشخص ده بمشي على اوميجا سري اوميجا سري ليه لان اوميجا سري دي طبعا الاندي اوكسنت على فكرة وبمشيه على برضو اندي اوكسنت عشان تمنع الاوكسديشن عشان ما يتكونش الالة بتاعي ها? يتكونش الالة بدي له اوميجا سري الشخص ده ببقى قرد الانفكشن الدكتورة ما اتكلمش بحاجة هنا خالص تمام بس كده بمينه طبعا كتمريد لازم يخليه يعمل على طول على الرؤية بتاعته عشان انه بيأثر على العين على الكلا فبيعمل على الاوريدة وكده على طول بيعمل ايه على خلاص كده الحمد لله ان كنت خلصنا المحاضرة بتاعتنا سان كيو